السلام عليكم. تحية تربوي جميع الساسدة والاجستادات والجميع متتبعي قناة الرياضيات لجميع المستويات. اذا في هذا الفيديو الجديد سنحاول آآ نتحدث او نضع خلاصة لاجراءات منهجية للدعم التربوي. اذا هنا غد نعطيكم الاجراءات يعني تطبيقية للدعم التربوي. آآ اكيد ان الجميع يسأل على طريقة الدعم التربوي. اذا قبل آآ شروع في آآ توضيح منهجية واستراتيجية الدعم التربوي. مرجو ضط على زر سابوني قصدها الاشتراك في القناة. وشكرا. اذا قلت استراتيجية الدعم التربوي. استراتيجية هي استراتيجية منطقية آآ لانجاز الدعم التربوي. اولا كنقومه. ما تشكي بها مزيان. اه. اذا اكيد. اولا نقوم بتقويم لتشخيص مستوى المتعلمين. اذا تشخيص دي المستوى المتعلمين يتم من خلال نتائج الاسودة الاولية. يعني نقومه بمجموعة من الفرد. هذك هذوك الفرد هو ما دلك هاتون التشخيص دي المستوى المتعلمين. ثم آآ وكذلك رغم انك تكون هناك آآ يعني اختبارات شفوية لكن الاختبار الكتابي واللي كيحسم هنا في في التشخيص. وحددوا انواع التعترات بعد التصحيح. يعني آآ صحيح ثم هناك نكتشفوه كدلك بعد الدروس اللي هي غير واضحة. من خلال آآ الفرد. خلال انجاز دي الاختبارات. الحديد لفئة المستهدافة. يعني عدد المتعطرين في كل مادة. يعني العدد الاطفال اللي ما عندهمش المعدة. اللي مستوىش تعتبار خمسة. يعني هناك تكون هنا آآ يعني القيم متحكم غير متحكم ثم آآ في طور التحكم. اذا ثم آآ نتبع بيداغوجية الدعم. يعني كنت بقوعد البيداغوجية. يعني انا اقوم بانشطة مباشرة كدعم للمواد. هو داعم المتعطرين تجاوز السعوبات وتقلص الفارق بين الاهداف والنتائج المحصل عليها. ثم المرحلة الخامسة هو تقوم بتقويم تاني على الدفاتر مع وضع النقطة. اذا ندرعه تاني واحد تقويم بسيط على آآ الدفاتر. اذا اجراءات واسليب الدعم الطربوي. فهي هناك اربعة مراحل. هذه مراحل رسمية. يعني كنت اعتمدوها في بيداغوجيات دي آآ التربية والتالي. آآ هناك التشخيص. التخطيط. ثم التنفيذ. ثم الفحص. نتأكد من اجراءات سابقة التي تم تنفيذها. يعني قد مكنت فعلا من تجاوز السعوبات والتعثرات. اذا هذا مراحل اللي كنتبعوها في الدعم يعني خلال آآ المرحلة دي الدعم وهذه تأتي بعدها آآ دائما بعد الفروض بعد الفروض للأسلس الأول. يعني نتائج الأسلس الأول او نتائج الدورة الاولى. اذا آآ هناك خطة يعني كانوا الخطة اللي كتبين لنا مثلا هاد كتبين لنا يعني خطة الدعم التربوي كتبين لنا ان نوع الدعم فهو دعم مندمج دعم مندمج اللي هو كيكون داخلي بمعنى داخل الفصل الدراسي داخل القسم. والمرجع دائما نتائج الأسلس الأولى. ده هو المرجع. اذا بالنسبة للاهداف الاهداف ديال هاد هاد خطة الدعم التربوي هي تحكم متعلم في الحد الادنى من التعلومات الاساس. ورافع من عتبة الانتقال من مستوى يعني مستوى اللي في ادابة الى مستوى اخرى يقدر يكون مثلا في المستوى تلت يخصوين انتقل المستوى الرابع. نحقو لي العتابة هو انه يجيب المادة الخمسة. اذا تدخل آآ لسدي مواطن النقص في التعلم وايجاد حلول علاجية. دائما نقول في المرجع يعني هي النتائج دول الاسود الأولي يعني هي لكذا تنات تشخص. ثم اه الاعتماد الواسعي المعتمدة هو طائق المراقبة المستمرة. ثم الفئة المستهدفة في الدعم هي الفئة المتعطرة. يعني التلاميين المتعطرين. ثم نقوم بتحديد عدد المتعطرين في كل في كل مادة. نحظ عدد المتعطرين في كل قول مادة. نكتب هنا العدد المتعطرين. معنا في الاستماع والتحدث ثلاثة. آآ القراءة اربعة. خط خمسة. النقل اتنان. هنا عدد التعلمين المتعددين. ثم كنمشوا الفترة يعني آآ الفترات ديال العملية التام غضي تكون هنا جوش ديال الفترات. يعني لأن الدورة فتقسم الى جوش ديال الفترات. بقال لنا. مثل الاسود الثاني نقسمه الى الفترة التالية. في غضي نسموه الفترة التالية. يعني آآ الابتداء من الاسبوع خمستاشر الاسبوع ثلاثة وعشرين. ثم الفترة الرابعة يعني الفترة الاخيرة في السنة هي اسبوع واربعشرين اسبوع آآ اتناني وتلاتة وتلاتون. آآ اذا في هذه الخطة يعني يتم تحديد الصعوبات. يتم تحديد الاساليب يعني ديال طريقة الانجاز آآ بشغل ندعمه هاد الفئة. ثم كيكون هناك التتبع والمراقبة في نهاية يعني كل فترة. نهاية كل فترة. اذا هاد تقيم هذا مهم جدا انه يكون تقيم ذاتي من طرف نفسه يعني كيقارن المستوى ديت له. آآ ثم تقيم تبادل بين التلاميذ النفسهم يعني كنشوف التحسن بين تلميذ الاخر وهنا المقارنة بالنتائج محصلة عليه يعني في الدورة يعني كمودي العام. والنتائج المحصلة عليها فيها الفترة يعني الفترة الثالثة يعني عادي نشوفو هذه نتبالينا النتيجة من خلال الفروض والنتائج الجديد يعني مقارنة بين درجة التحكم Early spiritually درجة التحكمية اللي قولناه انه اه غير متحكم في طاو تحكم ثم متحكم. اهنا هنا في طاو تحكم يعني راه هو اللي عنده اه ديك اربعة ونس اه خمسة يعني كتسمmy في طاو تحكم ثم اللي عنده خمسة اراه كتسمmy متحكم. اهن درجة التحكم بعد اه بعده اه راعة امكانيتي الحكم على مدى نجاعة عملية الدعم هنا كتبو لنا هاد العمليةrir التعمية يعني هي مفيدة ام لا? في سدب تغارات التعلم تلاميذ عندها المؤشرات الايجابية. ببعن الانتقال لمعطيات جديدة. وقلت بان هناك اجراءات اخرى يعني يمكن اعتمادها يمكن نعتمد الدعم المنزلي يعني الدعم الخارجي. الذي ينجاج خارج الفصل خارج الفصل. اذا هنا غالي نعطيكم بعد مثلا الاجراءات التي اه قمت بها مثلا تحسين اه جود التعلم على مستوى يعني فات الخطة دي المعالجة. اذا اه قد نشوف اذا اه اه حاولت انا نحطوها الخطة اللي هي مبادرة لتحسين جودة التعلم. اذا هنا مبادرة لتحسين جودة التعلم يثبت لهاد الفئة دي المتاثرين. لشنو ثالث مسلا على المستوى اللغة العربية. من المبادرة التي كنت بها لتحسين جودة التعلم لدي المتعلم وفذلك للرفع من العملية التعلمية التعلمية وتصويرها قصد الحصول على نتائج مرضية. وياك العازي. اولا انتهي فضاء القسم يعني كنا نحاول ان ندير انتهي فضاء صور واضافة مجموعة البطاقيات. اعداد المكتبات تكون لدينا مكتبات في القسم ثم المتحف. ثم ادخال بيداغوجية اللاعب من خلال بطاقات التباري المتعلمين حول قراءتها. ثم التعلم بالقرن يعني ان دائما تلميذ المجتهد كيساعد صادق دياله. لكي يجلس حداء مثلا اولا على مستوى مثلا مادة ريضات هناك الاستعمال حساب الدهني يعني اعتماد حساب الدهني دائما في خلال يعني في حصة الصباحية والحصة المسائية يعني بعد الدخول مباشرة. ثم العاد باعتماد اللاعب على الارض. ثم شراء ادوات مدرسية مساعدة لمتعلم. تهيئ المعداد اعتماد الالواح ثم اعتماد الواسعة الدراكتيكية. الموارد الرقمية. يعني كانت سمع مثلا الهاتف كانستعملو كانستعمل دفاعشو. اذا كان كنت فينا او كنت سعلم في انجاح اه عمليات الدعم. ثم على المشتوى اللغة الفرنسية يعني توظيف الموارد الرقمي كذلك انه كانستعملو اه دائما الحاسوب يعني قصص قصيرة اناشيد لغاديك اللغة الفرنسية الحروف لها. ادن شراء لسلاب كذلك شراء واعتماد دفتر خاص بتمالين اللغة الفرنسية والاعداد. ثم ادن في نهاية يمكن ان نكتب هذه الملاحظة عملو ان تحضر هذه المبادرة بنتائج مرضية ان شاء الله يعني اكيد انها غير تكون نتائج مرضية وخلاصة لهذا اه يعني لهذه الخطة خلاصة ادن اه اه انا قد نختم هذه الخطة هذه من خلال ما سبق كتضيح ان الدعم التربوي اه هو انصاف وديمقراطة للعملية التعليمية التعلمية فهو استراتيجيا هدفها تطوير المردودية والمهارات وترسيخ المختسبات وتعميقها بين فئات المتعلمين المتفاوتة قدرتهم في اكتساب الكفايات الاساسية مما يمكنهم من مسايرة ايقاع التعلم الجمالي اذا هنا كنحاول اننا ندفع هذوك المتعثرين ان يعني نقص من ذاك الفارق اه لا في الاهداف اه التربوية يعني لان هنا كل متعلم عنده اه تقافات اه يعني اختلاف في المالكات دياله بالتالي خاصة نقلصه من ذاك الفارق ديال الاهداف يعني اللي هي متفاوزة بالتالي كتكون عندهم نفس اه الكفاءات نفس المختسبات وبالتالي كان يعني كيكون التلميذ اه واصل لدرجة التحكم. اذا هالدرجة التحكم هي انها عتبت تحكم هي عتبت الانتقال من مستوى الى مستوى اخر. اه اتمنى انكم تستفدوا في هذا الفيديو وبنسبة يعني هذا اجابة لمجموعة من تساولات ديال الاساسية اللي كي يبحثوا على اه يعني استراتيجية الدعم او منهجية الدعم. وشكرا اه ما تنسوش الضغط على هذا الاشتراك في القناة. وشكرا.